موسيقى تحية صباحية لكل مشاهدي الام تي في اللي انضموا بإلنا بها الأثناء لمتابعة بريس ريفيو وهذه الجولة على أبرز وأهم عنوين الصحف نبدأ من صحيفة النهار عنوين صفحة الأولى التي وردت كالأتي المعارضة السورية تقترب من أسلحة كيميائية وتركيا تحدد مواقع نشر صواريخ باتريوت وطبعا هذا العنوان عن أزمة سوريا المستمرة إلى عنوان آخر دائما من صحيفة النهار من صفحة الأولى وأيضا لا يبعد عن أجواء الأزمة السورية وتدعياتها ألفا فلسطينية هيئون للعودة إلى سوريا جردة اقتصادية قلقة تواكب موسم الأعيات ويبقى بالصفحة الأولى من صحيفة النهار عنوان أخير وارد من مصر عن المرحلة الثانية من الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد وفي هذا الصياق كتبت وأوردت النهار الانقسام في مصر يتكرس اليوم في المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور هذه كانت عنوان الصفحة الأولى كما العاد بصحيفة النهار وبعد هذه الجولة على صفحة الأولى طبعا ننتقل إلى خينة أسرار الألهة من صفحة التانية ولصباح هذا اليوم معلومتان فقط أو وردتا في أسرار الألهة من صحيفة النهار قال ديبلوماسي روسي لسياسي لبناني أنه يخشى أن تسود المنظمات الإرهابية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد قال نائب في تيار المستقبل أن أمر قوة من أذار غريب فهي تختار لكل ظرف ومرحلة النظام الذي يلائمها نتابع جولتنا المعتادة على أبرز وأهم عنوين الصحف ضمن بريس ريفيو يلي بشكل جزء من المحطة الإخبارية الصباحية على شاشة الامتي في المحطة التانية مع عنوين صحيفة السفير العنوين المحلية العربية والدولية الحكومة تواجه امتحان الأرقام بعد الأعياد خمسة مليارات دولار كلفة الرواتب بعد إقرار السلسلة كتبت السفير في عنوانها الأول المحلي الطابع طبعا عن الأزمة الاقتصادية إلى عنوين أخرى دائما من هذه الصحيفة هذه العنوين تدور في فلك الثورة في سوريا اتصالات لتسريع عودة النازحين الفلسطينيين جون بلاط للعرب اللاجئون قبل الأبراج وأيضا في سياق تناولة ومعالجة لأزمة سوريا وآخر المستجدات الميدانية هناك كتبت وأوردت السفير لفروف للإبراهيمي لسنا وسطاء مع الأسد ولا نتدخل لتغيير النظام دمشق توتر في اليارموك لا يعرقل عودة أهله ننتقل إلى عنوان ثالث ورد أيضا بصحيفة النهار وهذا العنوان عن المستجدات السياسية الداخلية في مصر وتحديدا المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد هذه المرحلة التي تجرى اليوم 62 جريحا في مواجهات بين متظاهرين إسلاميين ومعارضين مصر بانتظار نتائج الاستفتاء نهاية العالم ليست اليوم نبقى بصحيفة السفير عدد الصدر والموازع في العاصمة اللبنانية لصباح اليوم السبت 22 كانون الأول 2012 ومن عنوين الأولى إلى الخبر الأول الوارد في عيون السفير تنحصر المنافسة على رئاسة رابطة مسيحية بارزة بين شخصيتين من قطاع المحامين إلا إذا تمكن المرشح الثالث أن يحظى بالإجماع من موقعه التوافقي يعمل القيمون على دار الفتوى على اتخاذ تدابير أمنية مشددة والتطقيق في أسماء الداخلين إلى الدار لمنع أي شخص لا عمل له من دخوله وفي الخبر الثالث والأخير من عيون السفير قال قيادي شمالي في تيار سياسي بارز في المعارضة إن جوهر مشروع السينسين هو إقامة تحالف صني علوي في مواجهة المد الإيراني في المنطقة سريعا إلى صحيفة الأخبار وتحديدا إلى صفحة الأولى بعنوان الأول وبالخط العريض كتبت المفتي يرجئ والانتخابات وطبعا اللغط الذي حصل أخيرا بشأن انتخابات المجلس الشرعي الأعلى وأيضا عن أزمة سوريا كتبت الأخبار على صفحة الأولى حمص لعبة الموت من هذا الخبر والصورة المعبرة عن أجواء مدينة حمص السورية في هذا الموسم موسم الأعياد وفي فصل الشتاء من هذا العنوان إلى الخبر الذي أوردته وتناولته صحيفة الأخبار بخينة ما قل ودل عن البطريارك الماروني مارب شارابط رص الرعي بعد دعوة رئيس الجمهورية ميشيل سليمان ورئيس مجلس النواب نبيهبر ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى زيارة موسكو اتفق بين الجانب الروسي والكنيسة المارونية على تحديد موعد لزيارة الكاردينال بشار الراعي العاصمة الروسية على أن تجري هذه الزيارة في مطلع نيسان من العام المقبل ننتقل إلى صحيفة المستقبل نحن وياكم مشاهدين نطلع على أهم المعلومات والأخبار الورد والمنشورة على صفحة الأولى والبداية من أزمة سوريا هجوم للثوار على مطار حلب على مجمع السفير الكيميائي بوتين لسنا فريق دفاع عن القيادة السورية الإبراهيمي يحمل إلى الأسد عرضا أمريكيا روسيا أخيرا للرحيل نبقى بإطار أزمة سوريا وتدعياتها على لبنان وتحديدا ما حصل في تلكلخ قبل أسابيع وقتل هذا الكمين من اللبنانيين ثلاثة جثمين جدد لقتل كمين تلكلخ 14 أذار حزب الله يستمر في نطح الحيطان إلى عنوان آخر أيضا محلي الطابع عن دير عمار والمناقصات من أجل تشغيله الغابسي المناقصة دير عمار يتفاعل شركة الإسبانية ستلجأ إلى شورى الدولة صحيفة المستقبل نشرت على صفحة الأولى هذه الصورة المميزة للثلج الذي غطى يوم أمس المناطق المتوسطة الارتفاع وغطى أيضا القمم قمم الجبال اللبنانية كتبت المستقبل عن هذه الصورة أبيض على أسود صورة معبرة عن الطقس والثلج والعاصفة الطبعية التي ضربت لبنان نتابع جولتنا على العنوين الدولية هذه المرة ودائما من صحيفة المستقبل أوباما يعين كاري وزيرا للخارجية ويبقى في هذه الصحيفة تحديدا صفحة الأولى عنوان أخير عن كل المعلومات والأحاديث التي دارت عن نهاية العالم وعدم حصول هذا التوقع ساعة المايا توقفت والشمس أشرقت اليوم 22-12-2012 إلى يقال دائما من صحيفة المستقبل وكما العادي صباح كل يوم في بريس ريفيو لهذا اليوم يوم السبت ثلاثة أخبار وثلاثة معلومات على النحو الأتي يقال أن ديبلوماسيين غربيين يشبهون اقتناع بشار الأسد وأركان نظامه بالبقاء في الحكم بالانتباعات نفسها التي لمسوها لدى معمر القذافي قبل أسبوعين من سقوطه يقال أن مقربين من مرجع حكومي يؤكدون أنه لن يترشح للانتخابات العتيدة بعدما تبين في أحصائيات أجراها منذ فترة أن الفارق بينه وبين مرجع غير مدني أكثر من أربعين بالمئة لمصلحة الأخير نتابع جولتنا على يقال من المستقبل يقال إن النظام السوري دمر وفق خطة منهجية اتباعها 12 مستشفى وأربعين مصنعا في حلب بالقصف الجوي والمدفعي المباشر صحيفة البلد كما غير من الصحف الصادرة في بيروت لصباح اليوم تناولت باقة من التطورات في مصر في سوريا وأيضا في لبنان ميقات يطمئن المعارضة باق والحكومة حاجة وضرورة وأيضا في الصفحة الأولى من البلد عنوان عن وضع الأسواق اللبنانية في موسم الأعياد حصرة الفرجة كتبت البلد وتبدو هذه الشوارع من الأسواق اللبنانية وطبعا في زمن الأعياد وزمن الميلاد ننتقل إلى عنوانين أخرين من الصفحة الأولى من صحيفة البلد لصباح هذا اليوم العنوان ما قبل الأخير يتناول الأوضاع السياسية في مصر والعنوان الأخير أيضا يعالج أزمة سوريا مصر تحسم معركة الدستور كتبت البلد في العنوان الأخير بوتين يهمنا النظام في سوريا إلى صحيفة الجمهورية وفيها نقرأ لصباح هذا اليوم العنوان الأتي تحذيرات من خطورة الوضع الاقتصادي ودعوات لحكومة حيادية تضع خطة إنقاذية الانتخابات رهينة الشروط المضادة وأيضا الجمهورية تناولت تعيين وزير خارجية جديد في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا السناتر جون كاري أوباما يختار كاري للخارجية نبقى في صحيفة الجمهورية من هذا الخبر من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الخبر الأول والمعلومة الأولى الوارد في أسرار الجمهورية لصباح اليوم السبت قال وزير وسطي أن المجتمع الدولي يشجع على قيام كتلة وسطية مرجحة تحول دون تفرد 8 أو 14 أذار بالسلطة تجنب البلاد التشنج والتوتر والتعطيل المتبادل للمؤسسات تتجه قوات 8 أذار إلى طرح معادلة قوامها تأجيل الانتخابات لحين الاتفاق على قانون جديد مقابل التمسك بموعد الانتخابات على أساس القانون الحالي كشف نائب في المعارضة أن غالبية فلسطينيين نعمي غادروا موقعهم للقتال في سوريا وسأل لماذا لا تطبق الدولة القرار الذي أجمع عليه أقطاب طاولة الحوار وتسحب كخطوة أولى السلاح من المواقع الفلسطينية في النعمي ننتقل إلى صحيفة الحياة نجول على صفحة الأولى ونبدأ طبعا من العنوان الأول الأمين العام لمجلس التعاون أكد للحياة أن الأولوية لمصلحة المواطن ولا مبادرة بشأن سوريا الزياني لا نقاش للاتحاد في قمة البحرين عنوان آخر عربي الطابع في مطلع الصفحة الأولى من صحيفة الحياة عن الأوضاع السياسية في العراق صمت وزير المال على ممارسات الملك لم يشفع له بغداد سيناريو الهاشم يلاحق العيساوي الحياة خصصت جزء مهم وكبير من صفحة الأولى للملف المصري وتحديدا المرحلة الثانية من الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد هذه المرحلة التي تجري اليوم وأيضا الاشتباكات التي وقعت يوم أمس في بعض المناطق المصرية بين داعمي الرئيس مرسي وتحديدا داعمي التيار الإسلامي وبين المعارضين وجبهة الإنقاذ الوطني مصر استفتاء مخضب بالدم وتعينات الشورى تتجاهل المعارضة بطبيعة الحال الحياة عالجت في عنوان صفحة الأولى أيضا إلى جانب موضوع مصر الأزمة السورية قلق دولي من أعمال انتقام طائفية بعد انهيار النظام السوري المعارضة تسعى إلى تعطيل مطار حلب عنوان آخر عن وضع طهران والمجتمع الدولي نائب إيرانية تدعو إلى إعدام نجلي رف سنجاني الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على طهران نتابع ونستكمل هذه الجولة على عنوان الصفحة الأولى من صحيفة الحياة لصباح اليوم السبت 22 كانون الأول 2012 أولاند العمل العسكري ليس وشيكا ووحدهم الأفارقة يستطيعون تنفيذه بدعم دولي مجلس الأمن يقر مبدأ التدخل في شمالي مالي وقبل الانتقال إلى الشرق الأوسط نتوقف عند أمريكا وتعيين وزير جديد للخارجية جون كاري وزيرا للخارجية إلى الشرق الأوسط إذن ونطلع على أبرز وأهم العنوين يلي أوردت بالصفحة الأولى قال للشرق الأوسط أن قمة المنامة ستناقش التطورات العربية وأكد رفض التدخلات الإيرانية الزياني الخليج يتعامل بإيجابية مع المتغيرات ويسعى لمنع الفوضى عنوان آخر ودائما من الشرق الأوسط قال للشرق الأوسط لا أرى أن الانتخابات القادمة ستتم قبل نهاية العام 2013 السبسي كنت مخطئا عندما اعتقدت أن النهضة مثال للإسلام المتحطر كما فعلت صحيفة الحياة صحيفة الشرق الأوسط خصصت جزء كبير من صفحة الأولى للملف المصري والحدث المصري الطاغي على غيره من الملفات العربية إصابة العشرات في مليونية حماية المساجد مرسي يستكمل مجلس الشورى بتسعين عضوا جديدا مصر حرب شوارع بين إسلاميين ومعارضين للرئيس والدستور يبقى قبل الانتقال إلى البريك الأعلاني عنوانين أخيرين من الصفحة الأولى من الشرق الأوسط العنوان ما قبل الأخير من العراق الملك يحذر من الفتنة الطائفية ويوقف موسئين من قوة الاعتقال العراق اعتقال حراسي وزير المالية يفجر احتجاجات سنية وطبعا كما كل الصحف تقريبا الشرق الأوسط بعنوان صفحة الأولى أوردت خبر تعيين وزير جديد للخارجية الأمريكية بات أول أبيض يرأس الدبلوماسية الأمريكية منذ 16 عاما أوباما يختار كاري وزيرا للخارجية ويؤكد على قيادته الدبلوماسية الأمريكية لسنوات مقبلة إلى بريك أعلاني أصير من بعد منتفع جولتنا على ما تبقى من عنوين صحف صادرة وموزعة في العاصمة اللبنانية بيروت لصباح هذا اليوم خليكم معنا موسيقى موسيقى صحف تناولت طبعا التطورات اللبنانية أزمة سوريا وأيضا الحدث المصري اليوم نبدأ من الملفات اللبنانية 14 أذار تبلغ بري موقفا إيجابيا الاثنين وتشكيلات قضائية جزئية قبل نهاية العام ميقاتي يؤكد تأخير انتخابات المجلس الشرعي حزب الله ينتقد تغطية سليمان للشبطيني جردة أمريكية بالمساعدة بالمساعدات للجيش إلى العنوان المصري كما تناولته وعلى جته صحيفة اللواء لصباح هذا اليوم عشيت الجولة الثانية من الاستفتاء اليوم على الدستور الجديد حرب شوارع بالإسكندرية بين أنصار مرسي والمعارضة من مصر سريعا إلى سوريا وآخر تطوراتها الميدانية قتال قصير في اليارموك لم يعط العودة آلاف اللاجئين بوتين يرفض الفوضى في سوريا والنيتو يرصد مجددا اطلق سكود من صحيف إلى أخرى لا تختلف كثيرا العنوين أيضا اللواء تحدثت عن تعيين وزير جديد للخارجية الأمريكية الملفات الشائكة لسوريا وإيران والاستيطان تنتظره أوباما يعين كاري للخارجية ويختار جمهوريا للدفاح إلى صحيفة الديار مع عنوين صفحة الأولى نستكمل هذه الجولة المعتادة على أبرز وأهم عنوين الصحف طبعا ضمن الفترة الإخبارية الصباحية على شاشة الام تي في سوريا على عتبة التدويل والصراع بين النيتو وموسكو الأطلسية تهموا سوريا باستعمال سكود ضد المسلحين الأمم المتحدة الأقليات في سوريا ستواجه هجمات انتقامية إلى عنوين أخرى متفرقة عربية ودولية واشنطن تقدم أسلحة للجيش اللبناني خطوة أمريكية تؤشر لدعم الجيش اللبناني وقيادته تعيين السيناتور جون كاري وزيرا لخارجية أمريكا إلى عنوين أخرى أيضا من صحيفة الديار في إطار معالجتها لمجمل التطورات في المنطقة العربية انتخابات بالقوة في مصر لصالح الإخوان ثلاثون إصابة في الإسكندرية والقاهرة تعيش القلق انقسام وزاري طائفي داخل الحكومة بشأن اللاجئين دول الخليج ترفض تقديم مساعدات في ظل الحكومة الحالية هذه إذن كانت جولة سريعة على عنوين الديار وفيها تطرقت إلى مستجدات المنطقة والعالم إلى الأنوار الأنوار خصصت عنوانا الأول لمصر والاشتباكات التي وقعت يوم أمس قبل الاستفتاء على الدستور الجديد والمرحلة الثانية من هذا الاستفتاء اشتباكات دامية بين المعارضين والإخوان عشية الاستفتاء في مصر عن سوريا كتبت الأنوار طلقات تحذيرية من المعارضة على مطاري حلب عنوين أخرى عربية لابد من التوقف عندها وقراءة من صحيفة الأنوار لصباح اليوم السبت أنصار وزير المالية العراقية تظهرون ضد المالكي قتل واجرح في بنغازي باشتباكات بين الشرطة وسلافيين وقبل الانتقال إلى لوريون لجور نتوقف عند خبرين من لبنان هذه المرة وأيضا من الأنوار الثلوج تغطي الجبال والسيول تغرق السواحل وصورة للثلوج التي تغطي بشر والأرز وصورة أخرى لأضرار السيول في مدينة سور أيضا عن لبنان وعن التهديدات الإسرائيلية المستمرة للبنان عن هذا الموضوع كتبت وأوردت الأنوار إسرائيل توجه تهديدات إلى لبنان عبر رسالة إلى مجلس الأمن إلى لوريون لجور الصادرة والموزعة كمال العاد باللغة الفرنسية على صفحة الأولى وبعنوان الأول تحدثت عن الوضع الميداني العسكري في سوريا وتحديدا في مدينة حلب وضع دراماتيكي في حلب اللجئون وصلوا إلى حافة وضع حساس ارتفاع منصوب التوتر قبيل الجولة الثانية من الاستفتاء في مصر طبعا نفس الملفات تطرقت لأكل الصحف تقريبا في سوريا الوضع الميداني في مصر الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور والاشتباكات وأيضا في لبنان موضوع اللاجئين الفلسطينيين وأيضا تسليم دفعة جديدة من جثمين قتل كمين تلكلخ إلى الديلستار باللغة الإنجليزية وفي ترجمة سريعة لعنوين صفحة الأولى نقرأ ونطلع على الآتي صواريخ السكاد تدك مواقع الثوار توترات الحرب تصل إلى الحدود الشمالية ومن مصر كتبت الديلستار اشتباكات مع الإسلاميين قبيل الجولة الثانية من الاستفتاء على الدستور عن العاصفة الطبيعية التي ضربت لبنان العاصفة تتسبب بالسيول وتحتجز المواطنين داخل سياراتهم هذه كانت عنوين الديلستار إلى الشرق ونحن ويكون مشاهدين بشكل سريع نطلع على أبرز وأهم العنوين والمعلومات التي انفردت فيهم هذه الصحيفة على صفحة الأولى الأنروا 13 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا إلى لبنان واشنطن تتدخل في سوريا إذا استخدم الأسد الكيماوي نكتفي بهذه العنوانين الرئيسين من الشرق ننتقل إلى صحيفة البناء المحطة الأخيرة بجولتنا على عنوين الصحف ضمن بريس ريفيو الإبراهيمي يعود إلى دمشق قريبا وتدفق الإرهابيين من ليبيا المعارضة تسوف في الرد على بر حزب الله يدعوها لعدم الرهان على الوقت مصر قبل استفتاء اليوم سباق بين التهديئة والمواجهات عنوان آخر دائما من صحيفة البناء هذا العنوان وارد من مملكة البحرين عن الوضع الأمني هناك تقارير من السجناء تثبت أن رجال الأمن ارتكبوا أكثر من مئة حالة تعذيب البرلمان الأوروبي يطلب البحرين بالإفراج عن معتقل الرأي مع هذا العنوان إذن من البحرين بحسب ما أوردته صحيفة البناء جولتنا على العنوين الصحف لصباح هذا اليوم بتكون وصلت إلى نهايتها طبعا كل التمنيات بعطلة نهاية أسبوع ممتعة إلى اللقاء